السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ولعجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بجدائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي ما بتشاكنش في القناة واللي اقدام على القناة كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة وشكرا على التعليق سوينا بسم الله غادي نبدأ معكم واحد الفطائر لكي يجيو خفاف وكي يجيو الداد وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير بسم الله غادي نبدأ المقادر من غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نعجن وكندرجوش كيسان ديال المدافي ما يعادي الكيسان ديال العنبة كندر شوية ديال الخميرة واحدة تمانية غرام ديال الخميرة المعجونة وغادي ندير السقار سانيدة كندر جوج معالق صغار ما يعادي المعالقها شوية كبيرة للطعام وكندير هنايا جوج معالق ديال الحليب بودرة وهنايا كندر واحدة البيضاء كنفصل البيض على الصفار كنحتافظ بالصفار وكندير البيض كندير هنايا ثلاثة معالق ديال الزيت البلدية او زيت الزيتون وكندرب مزيان حتى يتخلطه وإلا ما بحال هكا اللي ما عندكش الحليب غابرة تقدر تدري الحليب في بلاسة تدري كز ديال الحليب وكز ديال الماء وغادي نجيب واحد الكز ديال الفينو دقيق الفينو ماشي ديال بسبوسة هذا الرطب وكندخلطه مزيان حتى هو كنخلطه معهم حتى يتخلطه هكا وغادي نغطيه وغادي نخليه تفاعل حتى كتفاعل لنا الخميرة وغادي نجيب واحد المقلة هندير فيها واحد جوج معالق ديال زيت البلدية او زيت الزيتون وعندي هنا يجوج حبات ديال البصلة اللي فرمتهم رقاق حال هكا كان قطعها ركايقة بجضغية كنتوجد عندي حبة ديال الجزر او خيزو لقطتها هكا شوية غليضة في الحكاكة حكيتها وعندي القرعة او الكوسة عندي شوش حبات ديال القرعة صغار حتى هي حكيتها وغادي نديرها باش كتت الدبال بحال هكا وكتكون لعافية متوسطة كندير شوية ديال الملحة باش كتنزلينا هكا الخضار صفي وكنخليها بحال هكا كالطيب كندير شوية ديال التومة بودرة يلا ما كانش بودرة كنديروا فصل ديال التوم انا كندير هاد البودرة شوية ما كتكونش مجهدة بزاف او كنديروا فصل ديال التوم وكنخلي ويطيب معاهم زيان يكون هكا محكوك ولمفرهم صفي وكنحرك هاد الخضار حتى كنتخلط لي الخضار مع البصلة وكنخلي العافية شوية مجهدة ما كتكونش العافية نازلة باش ما كتفلقش ديال الخضر الماء صفي وكنتطيبوها بحال هكا 11 دقيق كتطلب هكا فوق البوطة صفي وغادي نتبل كندير رسل معلقة ديال اللي بزار او الفلفل اسود وكندير نص معلقة ديال كوركم او الخرقوم البلدي نص معلقة ديال التحميرة او الفلفلة حلوة او البابريكا كندير شوية ديال كامون سنحكوه هكا عندي الكامون هكا ما مطحونش صفي وكنخلط سنخلط دلعان نصير مزيان ولي يعني اللي كيبغي بحال هكا الحار كتزيلو شوية السودانية او الفلفلة حريف انا ما كان يبغيوهاش ليولادي كنزيل شوية زيت البلدية وكندير واحد جوج معالق ديال القصبر والمعدنوس كنغلبوه والمعدنوس على القصبر القصبر كنديرعي شوية جوج وريقات صفيحنا طفين عليها هنايا وطابت نشفات وغادي نرجع الخالط ديالنا باش غادي نعجن هنا تجو ما شفتو معايا الخميرة تفاعلات مع الدقيق اللي درت غادي نحرك شوية وكندي الكس لو ديال دقيق كندي الكس تاني ديال دقيق هنا انا مزروب عليهم كندير بحال هكا واحد الكس ديال خميرة ديال الحلويات الى كان عندنا الوقت ما نديروهاش كندير الملحة حصد الضوك وكنخلط مزيان هنا كنصمر عليها دوات دلك اللي غادي ندلكها هي كندلكها هكا في اللول تندلكها الدقيق مع الفينو دقيق الابيض كندلكم زيان كندلكم هاكا بالفوي صافيو غادي نزيد دقيق غادي نحن بحالقة غادي نختم بيدي دابا غادي نعجن بيدي كنزيد الكس ثالث وكنجمع عجينة احنا ما كندلكوهاش صافيو هنا يزد نص كس يعني يزد اسمعيه تلاسة الكسان انص ديال ديال الدقيق الابيض وكس ديال الفينو صافيو جمعتها كنخلى شوية مرخوفة وكنحط هكا تخمر حتى كتوجد ما بين كت تبرد لي الحشوة ثم شفتو معايا خطات معايا هنا ساعة باش باش خمرات لان الجو ده ببدا كيدفا وغادي نحيدها من الاناء غادي نحطها فوق طاولة العمال غادي نجمع هكا العجينة ديالنا وتنحيد من هاد الهواء صافيو كن بدن دير هكا غريسات صغار كن دير قوارات بحال هكا صغار كنقسم هاد العجينة على ثمانية ديال غريسات وجربوا هاد العجينة راح كتجي رائعة كتجي في الفطائر وكتجي خفيفة ومهوية انا ضروري ما كنديرو هاد الكاس ديال فينو ما كنديروش ندقيق الابيض بوحده صافيو كنجمع هكا صباعي وكنصمر عليها حتى كنكمل الكيمية اللي عدنا وكنستعنو شوية ديال الزيت صافيو هنا يا غادي بدن نقرسها بعد مرتاحة سنقرسها هكا غريسة كنصرحها بزيان نحن الحوشوة ديال نراها بردات تماما ما كتمقاش دافية صافيو حتى كتبرد مزيان كنحطو بحالكو كنخدمو دفعة وحدة كنزيد تانية بحال هكا وغادي نزيد نقرس من جنب الثالثة كنقرسها هكا رقيقة ما كنحتاجوش هكا نديرو المدلك لأنها هي خفيفة وطيع العجينة في الدينة تبارك الله شوفو كيفاش كتجي يعني مدلك ناهم موالو سامروا عليه بحالكة كنزيد القرسة الثالثة أنا غادي نقدم معكم هكا الكاميرا نزيد الرابعة عفوا صافيو كنجيب الحشوة وكنبدأ كنضيف الحشوة هنا يا في الوسط كندير الثالثة وكندير الرابعة بحال هكا كنعمرهم كنصرح الحشوة ديالنا يعني ضروري خصوة تكون عدكم الحشوة ما يكونش فيها الماء كتخلي واحدة كتنشف وكنصرحوها كفوق هدل القرسات وغادي نجيب هنا يا عندي الجبن الموزاريلا كنصرح هكا الجبن الموزاريلا حكيته كنحكوه في الحكا كرقيقة كنصرح على القرسات كاملين اللي عندي صافيو غادي نرجع لها غادي نبدأ نجمع الجواني بحال هكا كنجمع العجينة بحال هكا حتى كنخلي هاد الحفرة الوسط وكنضغط عليها باش ما كتتحلش لنا العجينة في الفران هنا عندي شوية ديال الكفتة انتو ما قد قدروا تديروا الكفتة او الكفتة ديال لادات او ديال الصدر الدجاج على حسب انا عندي هنا الكفتة ديال البقري صافيو كنعمر ديك الوسط ديالها ديك الكفيتة بحال هكا كنزيد تانية صايف معكم تانية صافيو كنضغط عليها كنزيد عود تانية بحال هكا كيف بقت لكم راسا يهلين باش سرحوهم ضغية ضغية كيوجدو كنعمر الوسط ديالها ما شفتو معايا ما كيعطلوناش وتيجيو رائعين كيجيو خفاف 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 وكيجيو الداد يعني هنا را ما عندي واحد خمستاشرة درهم ديال الكفتة راها كافياني وكتخرج معانا هكا تبنيا ديال فاطا اربحة هكا اللي كيجيو رائعين كنوجدو هكا المائدة الافطار صف احنا صيبنا التانيين صيبت الولين حطيتهم هكا في اللاطة قد نصيب معاكم التانيين يعني ما تعطلوناش وتبات معاكم الخطوات هكا خطوة خطوة على حسب البنيات هكا اللي كيبغوا يتعلمو كيكونوا مبتدئين صافي وغادي نوجدو هكا كنحطوه في اللاطة وغادي نجيب ديك البيضات الصفر ديال البيضة اللي بقى عندي ونزيد في شوية ديال الخل كندهن 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 لها هكا الجوانب والفران ديالنا راه سخون على ميتين دراجة ولكن عندكم فران ديال القاس كتشعلو عليهم من التحت حتى كيطيبو من التحت وعادة باش كتشعلوهم باش كيتحمرو من الفوق باش ما كيتحرقش لكم لأن القاس كيكون العافية ديالو الفوق مجهدة يعني ضروري ما كننشعلو لتحت كيطيبو بلو تحمرو انا باش كنشعلو عليهم هكا من الفوق انا عندي فران ديالطو وكنا نديرهم هكا فوقو لتحت كيطيبو بقادين ولعندكم الفران ديالطو وفي الفرفارة كتخدمو 1-10 دقيق وكتديرو الفرفارة كتخدمو كينشفو من الجوانب هنا كندهن شوية ديال زنجلان الزين عندي جنجلان هنا في البيض سوف يمكن ندخلهم الفران 25 دقيقة كيكونو طيبين ثم شفتو معي كي باش كي يجيو رائعين ما تنسوش لعجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وتضغطو على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد ووكن نقول لكم بصحة وراحة وغادي نخلكم مع الصوار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة